فنقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقات عن مدينة القدس وتسمى تاريخيا ببيت المقدس وهي التي فيها المسجد الأقصى ترى ما هي مكانة المسجد الأقصى في الإسلام هل هو مسجد كأي مسجد أم أن له مكانة خاصة في ملة المسلمين في صحيح مسلم عن البراء بن عازب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهر حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت وللحديث رواية أخرى في صحيح البخاري حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك تعالوا نتدبر هذه الأحاديث البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي من الأنصار تحديدا من الخزرج أيضا أسلم صغيرا مع أبيه بعد الهجرة ورده النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لصغر سنه يعني كان سنه صغير والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل أحد يشارك في غزوة أقل من 14-15 سنة وكان يختبرهم أولا صغار السن دول إذا كانوا يختبرهم عقليا ويختبرهم بدنيا وكانت أحد هي أول غزوة يشارك فيها يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باتجاه المسجد الأقصى 16 شهرا بسبب عدم فهم هذا الحديث البراء بن عازب يقول في هذا الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا إلى أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة البراء بن عازب يتكلم عن صلاته هو وليس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باتجاه بيت المقدس 16 أو 17 شهرا بعد الهجرة في المدينة لكنه كان يصلي باتجاه بيت المقدس أيضا في مكة عندما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات لكن في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة والمسجد الأقصى في نفس الوقت كيف هذا؟ صورة الكعبة لما ننظر إلى رسم الكعبة بأركانها الأربعة الكعبة لها أربعة أركان ركن الحجر الأسود ويسمى الركن الشرقي والركن اليماني يعني يشير إلى اليمن والركن الشامي يعني يشير إلى الشام والركن العراقي يعني باتجاه العراق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني فيصبح مستقبلا القبلة اللي هي بيت المقدس اللي هي بيشير إليها الركن الشامي في نفس الوقت الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصبح مستقبلا الاثنين معه كيف عرفنا ذلك؟ من حديث البراء بن عازب اللي في البخاري الذي قال فيه كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت خلي بالكم كلمة أخواله من الأنصار جعلت بعض الناس وأنا منهم أنا كنت منهم يظنون خطأا أن السيدة آمنة من المدينة لكن في الحقيقة السيدة آمنة قراشية تماما من مكة أخوال الإنسان يا جماعة هم إخوة أمه أو إخوة أم أبيه يعني جدته أو إخوة أم جده في حالة النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم هي سلمة بنت عمر النجارية الخزرجية يعني من بني النجار من الخزرج لذلك فإن بني النجار يعتبروا هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فرما يقول نزل على أخواله نزل على بني النجار عن البراء بن عازب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصر وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت يعني عندما هاجر النبي إلى المدينة وهي شمال مكة اضطر أنه يعطي ظهره للكعبة لأن حتى يستقبل بيت المقدس وهو شمال مكة يجب أن مكة تكون في ظهره جنوب وظل هكذا ستة عشر شهرا إلى أن نزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة استفيد من هذا الحديث عدة أشياء فيما يخص العبودية لله والطاعة لله مثال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مثالا في هذا في الطاعة وفي العبودية لله لأن توجيه الوجه في الصلاة باتجاه قبلة اليهود لم يكن سهلا على العرب من الناحية النفسية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والصحابة صلوا معه واستسلموا لأمر الله حتى بعد الهجرة وهم ظلوا يعطون الكعبة المشرفة ظهورهم وكان صعبا عليهم في حديث البراء بن عازب وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه يعني أول صلاة يصليها في الاتجاه الجديد اتجاه القبلة الجديد اتجاه الكعبة كان صلاة العصر فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك أي إن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة سبب ضيقا لليهود اعتبروها إهانة لهم كيف للعرب أن يستقلوا بأحكام خاصة وبقبلة تخالف دين اليهود اليهود كانوا هم المرجعية الثقافية والدينية أيضا في الجزيرة العربية ليه بقول المرجعية الدينية مع إن العرب لم يكونوا يهود بأن العرب المشركين ما كانوا يسموا نفسهم مشركين ما كانوا يقولوا نحن مشركون أو نحن عبدة أصنمت كانوا يصنفوا أنفسهم كأتباع ملة إبراهيم وملة إسماعيل لذلك كانوا كثيرا ما يرجعون إلى اليهود ليسألوهم في أمور تخص الدين لكن أيضا ما استفيد من هذا الحديث أمر آخر أنه يدل على قيمة وقدر المسجد الأخصى الذي ببيت المخدس الذي في القدس الشريف إذ أنه هو أول قبلة للمسلمين أول قبلة صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام ما يقرب من أربع سنوات وأربعة أشهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم في حلقة قادمة نخوض معاركنا معهم وسننضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتاري سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس ترجمة نانسي قنقر